في الهائة وإحنا بنتكلم على اللي بيحصل في مصر من متغيرات خلال عشر سنوات فاتت ما فيه شك إن مصر قدرت اللي هي تقطع شهود كبير جداً من الإنجازات في ملف الصناعة تحديداً أو قطاع الصناعة على مدار العشر سنوات اللي فاتت خلقنا مجتمع صناعي قوي قدرنا من خلال المجتمع ده اللي احنا ندفع بمنتجاتنا للأسواق العالمية كمان اشتغلنا على تحقيق مبدأ الوفرة في المعروضات في الأسواق المحلية وبالتالي دينا إن احنا نوفر سعر مناسب في الأسواق التنافسية لأنه دايماً بيقول الركيزة الأساسية لأي تنمية بتحصل تعليم صحة صناعة موهو ده الشغل اللي حصل في ملف الصناعة تحديداً؟ يمكن كمان تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة وإزاي حصل لها دمج في الاقتصاد الرسمي كمان تفعيل منح أو منح الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكمان لما تعملت قائمة بمئة إجراء تحفيزية علشان يحصل فعلاً بالنهوض في الصناعة المصرية كل ده يمكن يكون أعلى معدل للصادرات بإجمالي أكتر من 32 مليار و400 مليون دولار بارتفاع نسبته 46% خلال عام 2021 رقم كبير في الوقت اللي فيه الاقتصاد كله بيتراجع وبينتمش ده هي 32 مليار و400 مليون دولار يمكن رقم كبير زي ما قلت يا منا ودايماً الأرقام دي في حياة الأمر بالنسبة لي هي مرآة بتعكس الواقع لغة الأرقام أعتقد هي الجميع يصمت حينما نتحدث بالأرقام تحديداً لأن هي نتاج عمل ونتاج جهد حصل خلال 10 سنوات لكن في حياة الأمر عشان نقدر اللي إحنا نوفر في فطورة الاستراض كان لازم اللي إحنا نوفر أيضاً توطين الصناعة في مصر وده اللي اشتغلنا عليه ويمكن كنا دايماً بنشوف التوجهات الرئاسية بلابد أن يكون نسبة المكون المحلي لا تقل عن 60% وبعد كده سقف التموحات عندنا بيزيد شوية بشوية لا 70 لا 80 وإن شاء الله إن شاء الله نقدر اللي إحنا نحقق توطين الصناعة بنسبة 100% لأن إحنا نجحنا في مضعفة الصادرات من خلال توطين الصناعات الضخمة ورجعنا أحياء الصناعات المختلفة في كل محافظات الجمهورية تقريباً وزي ما قلت علشان توفر فطورة الاستراض لازم توطن الصناعة وده اللي عملناه لما أطلقنا مبادرة إبدأ المبادرة الوطنية لتوطين ودعم الصناعة المصرية اللي كانت يعني بسواعد مصرية 100% بفكر مصري ودايماً زي ما بيقول السيد الرئيس إحنا ما عندناش غير الفكرة الفكرة اللي نقدر نقدمها علشان خاطر نعظم من المواد الخاصة بينا أو الموارد الخاصة بينا يمكن لما أنت فعلاً قلت المبادرة لما انطلقته ده طبعاً كان تنفيذ لتوجيهات سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي المبادرة كانت قائمة على فكرة ربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وكمان عشان يحصل تنمية للعنصر البشري ده كان له هدف يمكن مش هدف واحد يمكن كانوا ثلاث أهداف أساسية نقدر على أساسها نشوف إحنا عملنا إيه وصلنا لغاية فين أول حاجة كان الهدف طبعاً أن يحصل توفير فرص عمل للشباب يمكن بعدها بعدما الشباب ابتدت تشتغل قلنا خلاص إحنا الشباب اشتغلت يلا بقى نحاول نبتدي نوطن الصناعات الحديثة عشان يحصل بالفعل تقليل للفاتورة الاستراتيجية وعشان كده الشركات تم عقدها في المبادرة مبادرة تبدأ في طرع عمل محور المشروعات الكبرى في توفير مجموعة كبيرة من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وده كان من خلال التوسع في صناعات قائمة وكمان توطين صناعات تانية حديثة علشان يبقى فيه إحلال للوردات وتقليل للفاتورة الاستراتيجية والنهاردة برضو هنحكي حكاية الصناعة المصرية بالتفصيل على مدار الحلقة ده صحيحي منها بس أنا عجبني فكرة اللي انت قلت إحنا عملنا أول حاجة حقيقة كريمة لأن أنا عجبني الفلسفة اللي موجودة حاليا في مصر فكرة اللي انت بتبتدي أول خطوة وتكملي الحلقات المتصلة ببعضها لبعض فيه نوع من أنواع التكامل بيحصل لأن انت لما بتنزلي على الأرض بتبتدي تكتشف الموطيات اللي موجودة عندك وإيه اللي أنا أقدر عضلا في الموارد بتاعتي تحديدا بدأنا بحقيقة كريمة الـ Database أو قاعدة البيانات اللي بقت متوفرة عند مجموعة جبيرة من المتطوعين الشباب لأن انت ما مشروع حقيقة كريمة هو مشروع عملاق قدرت من خلاله اللي انت تعزيزي ثقافة التطوع مرة تانية قدرت بعدها أنا عندي Database بتقول أن كل محافظة أقدر اللي أنا أعمل فيها مجمعات صناعية تشتغل على الصناعات المكملة فبالتالي اللي أنا أوطن الصناعة بجزء ما فبدأت اللي انت تعملي ابدأ اللي شوفنا الانطلاق القوية جدا والشراكات اللي حصل بنكلم على أكتر من 32 شريك أجنبي موجود عندك مع الشباب اللي شغالين على الأرض فهي دي فكرة التكامل هنحكي القصة النهاردة ونقول إيه اللي حصل علشان نعرف إزاي قدرنا اللي احنا نحقق إنجاز حقيقي في ملف الصناعة صبح على حضراتكم صبح الخير يا مصر